موسيقى 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 الراكلة والراكلة الاخيرة توقع طاقت شتفك وطلعت. الحمد لله يعني طبعا فضل الله سبحانه وتعالى بس ما فضلت تاني. التوفيق من الله سبحانه وتعالى والحمد لله طلعنا هل دمهور مستانس وان شاء الله دمه مستانس وان شاء الله الكاس هني بالمصورية اني نحتفل نفس المكان وتويني لقاها بعد وياك. اولت العام خذيتها من الغاتسية. العام الغاتسية خذاها منك. الفصال. مرة وترك. مرة وترك معروفة. كل شكر للاخوان يفترض من يكون معنا رئيس نائب رئيس النادي العربي السيد عبدالعيز عاشور. اذا احد من الاخوان بس اللي موجود يانا في الملعب يبقى لنا. يعني مو مشكلة. مو مشكلة نحاول. بس ياريت كونوا يانا كابتن عبدالعيز عاشور. السيد عبدالعيز عاشور نائب رئيس النادي العربي. يعني يفترض من يكون معنا. يعني. يعطيك العافية بوسعود. مبارك لكم هذا الفوز. يعني مباراة كانت جدا مشحونة. يمكن كانت شوي على صفح سابق خصوصا من شد العصب من الفريقين. اه. كانت الى اخر ثاني بركة الالجزية. الجزاء الترجيحية. عبدالعيز عاشور. شون يقيم اداء العربي اليوم. طبعا انا اشكر لاعبين العربي على الاداء بالرغم من نقص اللاعبين اللي موجود بالفريق. الا انهم اثبتوا انهم يعني لاعبين على مستوى المستوى. النقص كان دقائق بسعود يعني ما طول. احنا ما نتكلم بس نقص الطرد اللي صار في المباراة. احنا الفريق تقريبا عنده طلال نايف اجراء عملية علي مقصيد متعور عبدالعزيز السليمي. طلال نايف متعور واحنا يلي وصل لنا كان مسافر من غير عمل الفريق. نحن غير صحيح يعلم الفريق والريال عنده موعد عملية وسافر لاجراء العملية. وعندنا عبدالعزيز السليمي. المهم ان المباراة كانت حل. عبدالعزيز السليمي وانا. عبدالعزيز السليمي مباراة الكويت اللي طافت الصيب وريلا في الجبس. المهم مثل ما قلت لك المباراة كانت مثيرة من الطرفين. وادى الفريقين مباراة كبيرة تمتع فيها الجمهور. كان فيها شد. كان فيها اثارة. والحمد الله توفقنا بالفوز ووصولنا للمباراة النهاية. سعود فرحوك اللي عبي صح? الحمد الله. ما رح تفرحهم? اكيد انا على طول مفرحهم ان شاء الله. في شي لهم صراحة. ما ربنا نحرجك لكن يعني لابد مباراة مثل هذه ومع الكويت اتوقع لها طعم يعني خاص لكم. صدقني لو المادة كل شي كان كل يوم نعطيهم الفلوس. لكن اللاعبين يحتاجون اكثر من المادة. والحمد الله اللاعبين قاعد يحصلون الشي اللي يبونه. ما نبي نتكلم اللاعبين موجودين قدرون تسألونهم. الاهم اللي قاعد نحرص عليه في اللاعبين عودة الروح والاداء الرجولي في الملعب. وهذا اللي قاعد نشوفه الحين في مستوى النادي العربي. طيب ابو سعود. ايام قليلة وتفتح باب الانتقالات. المحترفين مثل ما اهما تامين العربي راح يكون في محترف لايدي او في لاعب محلي راح يستخطبه لو حتى وتعطيله نبذة عن هذا الشي. انا اكون واضح وانا دايما واضح في بخصوص المحترفين والانتقالات. احنا الحين على باب الانتقالات اه عدة لاعبين. منهم عبدالقادر اه فال لاعب الوسط السابق. تردونا مرة ثانية. راح نتأكد من الاصابة او هو او غيره. ما اخترنا راح نختار لاعب ان شاء الله اذا توفقنا واذا حسيننا ان يكون مستوى الفريق ومستوى طموح الجمهة. اذا انت مقتنع اففال ليش مشيت او حين بترده مرة ثانية. اه طبعا انا القرار مولي انا بروحي كان فيه اراء ان النادي يحتاج الى محترف مثل ما يقولون سوبر. واحنا دورنا بالامانة بعدة يعني كذا سيفي لكذا لاعب. وتوقعنا ان اللاعب اللاعبين اللي يبناهم هم السوبر. لكن مع الاسف ما ارضوا طموح العرباوية. وعلى طول في نفس الوقت يبنى اثنين محترفين غيرهم اللي هم احمد الصالح ومحمود المواس. والحمد الله اثبتوا جدارتهم مع الفريق. ناقصكم رابع الحين. اه الفريق ناقص رابع وقاعد نشوف مثل ما قلت لك. فيه احد غير فال في اسامي ثانية. فيه فيه عدة اسامي. محافظهم. محلي ولا برا? لا محلي انا اتقدمت بعروض اللاعب حمد امان. نعم. واللاعب محمد الظفيري من نادي الساحل عروض رسمية. واللاعب فيصل زايد. اه بالنسبة حق حمد امان لا زالت فيه موافقة مبدئية من نادي القادسية. ولا زالت المشاورات مستمرة. يعني ما اخذيت الموافقة النهائية لحد الان. فيصل زايد بلغوني ان اخر الموسم. نعم. لان فريقهم متصدر وماشي. فاخر الموسم راح يدرسون العرض. نعم. ومحمد الظفيري نادي الساحل عندهم اجتماع. وان شاء الله باذن الله راح يعطونا الرد. ومع هذا. مع هذا شي مهم. انا ورسالة ودي اوصلها الجمهور العرباوي. احنا لما ننيب لاعبين او قاعد نشوف لاعبين. مو معنى هذا ان ما عندنا لاعبين. احنا نثق كل الثقة في لاعبين. ومتأكدين ان اهمة ظهرنا واهمة اللي راح يشيلون نادي العربي. لكن الفريق فيه نقص ويحتاج خلال على الاقل هالسنتين انه انطعمه بلاعبين ثانين. كفتل عبدالعيز عاشور نشكرك ونقول لك اللاكات الثالث مرة مع فريق نادي الغاتسية. اولة العام انت خذيته. العام الغاتسية خذاء. السنة هذي علامة استفهام. يعطيك العام. ان شاء الله. الله عافيك حياك الله. كل شكر لسيد عبدالعيز عاشور على ابداء هذه المعلومات لمشاهديننا وخصوصا للجماهير العربوية. نقول لك شكرا بسعود. والف مبروك لفريق النادي العربي.